موسيقى 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 بدرسنا اليوم نتعرف على شكل اخر من اشكال صيغة الملكية في جلساتنا السابقة اشتغلنا على حالة لما يكون العنصر المعرف يعني وسيلة التعريف اي المالك لما كان ضمير شخصي سيارتي بيتي صديقي نحن نشتغل اليوم على صيغة تسميتها في المناهج التركية عبارة عن اطهم لمس اطهم لمس يقابلها كترجمة حرفية اتمام الاسماء او اضافة الاسماء نحن بمنهاجنا سميناها بتسمية مختلفة سميناها صيغة الملكية بدلالة اسم هذا اهم نقطة لازم نركز عليها في درسنا صيغة الملكية بدلالة اسم كيف يعني؟ يعني لما انا اكون عم بعرف الشيء بذاته بدل ما يكون قلمي انا يكون قلم احمد قلم محمود بدل ما يكون بيتي او بيتك لما يكون بيت مراد لما حكينا في الدروس السابقة ان هذا مراد وعمه محامي عمه معماري هنا عمه بمعنى عم مراد لما انا بدي اعرف العم بكلمة مراد اعرف الاسم باسم هنا نجي على تعريف هالدرس هذا ونشوف شو عندي نقاط نحكي عليها بالتفصيل عند الحاجة الى تعريف اسم من خلال اسناده الى اسم اخر تتشكل لدينا صيغة ملكية جديدة مختلفة عن صيغة الملكية بدلالة الضمير الشخصي وتصنف هذه الصيغة الى صنفين الى نوعين عندي نوعين من انواع صيغة الملكية في اللغة التركية واحد عندي صيغة ملكية بدلالة مالك محدد مالك محدد نقطة اساسية نتذكرها تسمى في اللغة التركية بالرتليطة الملماء بالرتليطة الملماء يعني الاطمام المبين الاطمام المحدد يمكننا ان نسمى digital نحن نسميها بدلالة مالك محدد لين عندي الصيغة تانية صيغة ملكية بدلالة مالك عام اللغة التركية تسمى بمنهاجها الصيغة تسمى بيليرتسيستام لما بيليرتسيستام لما معناها الحرفي الاتمام الغير مبينة الاتمام الغير محدد هالتسميتين يلزموا للطلاب اللي بديدخلوا على الجامعة دراسة مادة الأدبيات بالمدارس التركية اللي رح يحتاجوها هم نحن بهمنا نتعرف على دلالاتهم بالتسمية اللي حطيناها بالمنهاج تسمية العربية مالك محدد مالك عام هلا أبل ما أدخل بتفاصيل الدرس رح أحكي عن بعض المقارنات بيناتهم لأنه نحن رح نقسم بجلستنا الحالية رح نشتغل على فقط دلالة المالك المحدد ولكن أبل ما أدخل على المالك المحدد رح أعطي مقارنة بيناتهم بين العربي والتركي نحط مثالين ثلاثة على اللوح نقارن بيناتهم وبعدين ندخل بتفاصيل شرحهم في الجزء الثاني من الدرس شوفوا هالأمثلة هدول دائماً لن نركز على الشكل المحكي بالعربي عنا شخص في البيت اللي كاسات الشاي ناقصة ركزوا على شو بنا نحكي فون شباب أول شي لأجل أنا أعرف أحكي جملة مكتوبة على اللوح أنا لازم مباشرة أتخيل المشهد تبعها وين صارت هالجملة هل وين ممكن تكونها تصير قيمة أنا كمتكلم رح أحتاج أني أحكي هالجملة هل أنا رح أعتبر خالي حالياً في البيت مجموعة طلاب عندي بدي أعمل شاي لضيوفي أعرف أنه عندي أنا بالعادة في البيت 12 كاسة شاي أشوف بالمطبخ بأنه عندي العدد ناقص بهالجملة هاي أنا هدفي من الجملة أنه هدفي أنا أبين أنه كاسات الشاي عددها ناقص أنا عم بحدد كاسات الكاسات أي كاسات منهم حصراً كاسات الشاي يعني عم بعرف كلمة كاسات النكرة بكلمة الشاي اللي هي أداة التعريف أداة التحديد طيب هون عندي مصطلح شفناه مع الضمار الشخصية سمينا مالك ومملوك نفس العمل رح نتبعه مع الأسماء أيضاً هون الكاسات هي هي الناقصة يعني هي العنصر المستهدف المستهدف العنصر المستهدف هو المملوك دائماً الشاي هو وسيلة التعريف يعني هو المالك بالمعنى المجازي المالك هو الشاي الكاسات هي المملوك يا ترى الشاي هون كتبنا تحته كلمة مالك كلمة مالك بالمعنى المجازي الكاسات كلمة مملوك بمعنى المستهدف ناقصة هي الخبر هون الشاي يا ترى لغة تركية رح تعاملوا معاملة مالك محدد ولا مالك عام شو عم نقصد بهالتعبير يعني أنا عم بحكي عن شاي محدد ولا عبارة هون الشاي عبارة عن شيء وهمي أنا أقصد بأنه كاسات امتى ما حطت فيها شاي فهي اسمها كاسات شاي هالنوع من الجمل هون كاسات الشاي أنا هدفي أوصل بأنه الكاسات نوعها هو عبارة عن شاي هون الشاي ما هو محدد شاي بذاته هون لغة تركية رح تتعامل مع هاد النوع من الجمل بأنه هو مالك عام طيب شو شكله للمالك العام في اللغة التركية هو على الشكل التالي المبتدى أولا هو كاسات الشاي المبتدى عبارة عن صيغة ملكية مالك مع مملوك المالك أولا رح تكون هون الجمل تبدأ بكلمة شاي رح تعامل معها اللغة التركية كلمة شاي بدون أي إضافات الكاس الوحدة هي عبارة عن كلمة باردك لأنه أنا أمام كاسات رح يقول لي أحتاجيني لحقة الجمع أول شي عندي باردك لار تشاي باردك لار زائد لحقة المملوك لحقة المملوك اللي رح نحكي عنها بالتفصيل في الجزء القادم رح تكون عبارة عن ا يلي شفناها أساسا بلاحقة الملكية مع الضمير الشخصي او و او نار تشاي باردك لار هلاحقة هيك رح تكون السناد لما سبق فاصلة كلمة ناقصة شفناها أيضا في دروسة سابقة كلمة اكسيك چاي باردك لاردك 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 شو صار عندي هون ضفنا إلى الجملة بالكامل لاحقة الجمع للدلالة على مجموعة كاسات والرباعي اللي هي لاحقة المملوك للدلالة على إسناده إلى تشاي طيب هذا لما عاملنا الشاي هون معاملة مالك عام طيب هلا شوف جملة تانية بشكل مختلف متكلم سرب شاي اللي طعمت هذا الشاي مختلفة طعمت هالشاي غير طعمت هالشاي مختلفة على اللي أنا بشربه عادة فيه طعمه غير هالجملة هاي المتكلم شو عم بيقصد أيضا المشهد تباعها خيننا نتخيله المتكلم قاعد شرب شاي عطى انطباعه عن اين شاي هالمرة طعمت اي شاي طعمت هذا الشاي الشاي اللي هو عم بيشربه يعني فيه شاي محدد عم بيحكي عنه هون أيضا الفاصلة وين مكانها طعمت هذا الشاي فاصلة المبتدأ مختلفة خبر طعمت هذا الشاي شو عندي العلاقات بيناتهم هذا أداة إشارة تشير إلى الشاي بالدرجة الأولى ظل عندي أعرف علاقة طعمة مع الشاي المستهدف بتجملي هون شو هو الطعمة مختلفة الطعمة طالما هو المستهدف فهو العنصر المملوك الشاي هو الاسم المعرف للطعمة يعني طعمة هي للشاي الشاي عبي ياخد دور العنصر المعرف يعني المالك هون مالك محدد ولا مالك عام هون المتكلم عم بيتكلم عن طعمة هذا الشاي عبي يحكي عن شاي محدد معناته نحن أمام مالك محدد طعم نفس كلمة شاي في الجملة الأولى عاملناها معاملة مالك عام بحسب معنى الجملة الشاي في الجملة الثانية عاملناها معاملة مالك محدد بحسب معنى جملة في اللغة العربية ما تغير شيء الشاي الشاي التعريف الكلمة ما تغير عليها شيء نحن عم نفهم المعنى المقصود من خلال موقف الكلام اللغة التركية بها النوع من الجمل يعطي دقة أكتر من خلال اللاحقة شو بيعمل؟ بيقلي المبتدى أولاً البداية بأداة الإشارة بو الشاي هو عبارة عن تشاي لأنه مالك محدد مباشرة عندي لاحقة المالك المحدد رح نتعرف عليها هي عبارة عن رباعي نين بو تشايين الطعمة كلمة تات تات بالت مملوك مباشرة لاحق المملوك اللي هي حكينا عنها من شوي هي الرباعي اللي شفناها مع كلمة باردك لره تات كلمة تات من الكلمات تنتهي بكتشاك حرف الت ت مع وجود حرف صوتي تقلب الت الى د بكلمة تات دائماً التقاء تات مع لاحقة تبدأ بحرف صوتي يتم تخفيف الت الى د هون الأن اعملناها حسب المعنى بأنه هي مالك محدد هون عملناها لأنه بحصل معنا هي عبارة عن مالك عام مثال آخر صغير بسيط أيضا عندي شوفوا بين تعبير مشفى الأطفال بعيد مشفى الأطفال بعيد هالجملة هي شو عندي فيها أيضا عناصر مشفى الأطفال عبارة عن عنصر المقتدأ بعيد هو عبارة عن عنصر الخبر مشفى الأطفال عندي المستهدف بالجملة من هو البعيد؟ المشفى هو المستهدف طالما هو المستهدف فهو الم critiques الأطفال هو المسند إليه المشفى الأطفال هو عبارة عن المالك بعيد هو الخبر مالك يعني هو العنصر المعرف نائما ما نسى كلمة مالك ما هو المعنى الحرفي بالمعنى المجازي معنى استلاحي هي تدل تنوب عن كلمة المعرف هون عندي الأطفال مالك المشفى مملوك الأطفال يا ترى أنا أقصد مشفى الأطفال المحددين ولا مشفى أطفال هو مشفى يستقبل كل شيء اسمه أطفال بحسب المعنى مشفى الأطفال هو مشفى مخصص للأطفال عموما فالأطفال معناته هو عبارة عن مالك عام الجملة تبدأ بالأطفال بالمالك هون بالعربي عم نحطها جمع الأطفال باللغة التركية رح نشتغل على قانونها بالتفصيل رح تجي حصرا بالمفرد بدون لاحقة هستانه هو المشفى مباشرة أحتاجي للاحقة المملوك اللي هي الرباعي لكن التقاء هستانه مع الرباعي صوتيين ممنوع مباشرة عندي الس العازل شفنا بدرسنا الماضي شو حاله بعيد وزك هون عم نحكي عن مشفى أطفال المشفى محدد شوفوا المشفى محدد لكن الهدف مو بالمشفى إذا كان محدد ولا الهدف بأنه الأطفال يعني المالك عنصر التعريف هو محدد ولا غير محدد إذن عندي هالنقطة هاي لما حكينا عن چاي باردقلره كاسات شاي نحن عم نحكي عن مالك عام چاي عام فبيجي بدون لاحقة تعريف لما حكينا عن طعمت هذا الشاي صار الشاي محدد صار عندي بو چاين تضي صار عندي المالك محدد لاحقة التعريف لما حكينا عن مشفى الأطفال بحالة عامة صار عندي تشوجوك هستانسة وزك صار عندي تشوجوك أيضا مالك عام أجاب يدون لاحقة التعريف هذا الكلام هو عبارة عن فهرس مقدمة درسنا رح نمسح اللوح مشان ننتقل إلى تفصيل درس الملكية بدلالة المالك المحدد أولا بعدين نشتغل في الجلسات التالية على المالك العام في القسم الأول حكينا عن تفصيل جملة الملكية مع المالك المحدد والمالك العام بشكل سطحي حاليا بدنا ندخل على المالك المحدد المالك المحدد شو عم نقصد فيه لذات التعريف أن هي وسيلة التعريف كالتسمية سميناها أنه بيليرتري أطامنامس بيليرتري أطامنامس إتمام الأسماء المبينة أو المحدد بكترجمة حرفية نحن بمنهاجنا سميناها صيغة الملكية بدلالة مالك محدد هل كلام هذا ما بيهمني؟ وهل كلام هذا بيهمني حاليا شو ترتيبه؟ مش هنعطي أمثلة توضح العمل لنوصل إليه شو عم نقول؟ القسم المعرف الكلمة المستخدمة للتعريف نسميها المالك معنى اصطلاحي يأتي أولا المالك وتضاف إليه لاحقة المالك عندي لاحقة تضاف إلى الاسم اللي أنا أستخدمه لتعريف واحد القسم المستهدف المعرف القسم المستهدف اللي هو مستهدف في العنصر والمعرف من خلال اسم آخر هو المنسمي المملوك أيضا بمعنى مجازي يأتي بعده يعني بعد المالك وتضاف إليه لاحقة المملوك إذن أولا في الصيغة المالك أولا بعدين بيجي بعده المملوك المالك معه لاحقته المملوك معه لاحقته طيب عندي هون النجمة الحمرة عندي ملاحظات بنركز عليها لاحقت المالك نحكينا عنها لما يكون منتهي بحرف ساكن المالك المنتهي بحرف ساكن شفنا بكلمة تشاي انتهت بحرف ساكن بتكون لاحقته هي عبارة عن رباع عينة والمنتهي بصوتي إذا كان منتهي بحرف صوتي من ضفله لاحقة نير رباع عينة يعني عندي رباع عينة إذا كان ساكن إذا كان صوتي لعدم التقاء صوتيين عم نستخدم النير كعازل في لاحقة المالك واحد لاحقة المملوك المنتهي بساكن المملوك العنصر الثاني هي رباع إذا منتهي بساكن وإذا كان منتهي بصوتي من ضفله سير رباعي طبعا هذا الكلام شفنا بحالة الضمائر الشخصية أيضا المالك نحن 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 الغائب. الغائب كان عندنا الضمير الشخصي او وونلر. هنن الضمير الشخصي بالدال على الغائب. او انتهى بحرف صوتي او ساوينا اونن في حال المالك. اونلر انتهى بر بالساكن ساوينا اونلرن كمالك. مملوكو لما كان عنده عربا اونن عرباس و اونن اذي. يعني هالكلام اللي عم نحكيه هنا هو متطابق تماما مع كلام الضمائر الشخصي او وونلر للدلالة على مالك غائب. رح اعمل هنا انا معادلة صيغة الملكية معناته. البداية رح تكون بالمالك معناته بداية الصيغة. زائد رح يكون عندي دائما في نهايته اما رباعينة او ني رباعينة. هذا رح يكون القسم الاول. رح يجي بعد مباشرة المملوك. وايضا زائد رح يكون معاه. اما الرباعي كلاحقة او سي رباعي. هذا رح يكون كلها بعضه هو ما يمثل صيغة الملكية. المالك هو وسيلة التعريف. المملوك هو العنصر المستهدف من الصيغة بالكامل. نشتغل امثلة بسيطة في البداية. درسنا اليوم رح يكون عبارة عن امثلة سريعة عن حالة الملكية. كالعادة الجلسة البعدة رح تكون عبارة عن مجموعة امثلة تفصيلية على كل حالات الملكية بدلالة مالك محدد. رح اشتغل حاليا اول مثال نحتي التالي. لما اعطي انا رسالة كالتالي جملة هذا منزلي فقط. هون يا ترى عندي تعريف يعني عندي ملكية ولا ما عندي. هذا منزل جملة بكل بساطة اداة اشارة الى مكان. ثم الخبر عبارة عن منزل نكرة يعني انا عبا حدد انه هذا منزل. هالجملة ما فيها ملكية. لما عملناها هذا منزلي شو صار عندي هون ضفنا اليها ملكية. لكن المالك مين بهالجملة هاي هو انا ضمير شخصي. نحن حاليا امام جملة تالتة غير هذا منزل كاسم مجرد غير هذا منزلي كتعريف بدلالة انا. هون رح اضيف اليها انا عندي صديق اسمه صالح هذا منزل صالح. انا هون هدفي من الجملة شو هدفي ما ابين انه هذا منزله بس. هدفي ابين بانه هذا منزل شخص اسمه صالح. يعني جملة صار ترتيبا هذا هو المبتدأ منزل صالح تركيبة اسمية شكلت الخبر. شو العلاقة بيناتهم المنزل معرف بصالح المنزل اسم صالح اسم. فالمنزل عرف بصالح معناته صالح رح ياخد دور المالك والمنزل رح ياخد دور المملوك المستهدف. لانه بالنهاية هذا انا هدفي مو هذا صالح انا هدفي هذا منزل. انا عم بأشره هدفي هو في الجملة المنزل. صالحة بيكون مالك بهالجملة هي مالك محدد ولا مالك عام. عم نحكي عن شخص اكيد بين وبين المتلقي معلومة مشتركة واضح انه في معرفة من قبلنا اتنين اتنا بصالح. وقال لا ما كان عندي معنى لجملة هذا صالح. فصالح بياخد دور مالك محدد. مالك محدد معناته دي اجي على ترتيب الجملة. الجملة الام تبدأ بالمبتدأ اللي هو هذا. هون هذا يا ترى لازم اترجم حرفيا بو ولا شيء اخر. القانون بيقلي في حال كان اداة اشارة منفصلة عن المشار اليه. والمشار اليه دلالته مكان. نستخدم اداة المكان. هون عندي برس. برس صالح هو المالك. المالك لم يكون اسم علم مباشرة يبدأ بحرف كبير صالح. المالك كلمة مالك بمعنى يأتي اولا زائد لاحقت المالك. المعادلة. اما رباعنى او نيروباعنى انتهى صالح بحرف ساكن رباعنى. الرباعي حسب ال اي رح يكون اي. والنى هون رح يكون موجود. برس صالحين. ايه المنزل هو المملوك يأتي بعد المالك مباشرة وتضاف الى نهايته لاحقت الملكية. اما رباعي او سي رباعي انتهى بحرف ساكن لاحقته حسب ال اي بالرباعي هو اي. برس صالحين ايه. هون رح نحتاج للرباعي مرة تانية كالعادة نكتبها على زاويتنا. الرباعي كان يقول اخر صوتي ملفوز ا او ا رح نختار في لاحقتنا الحرف ا. اخر صوتي يكون ا او ا رح نختار الحرف ا. او او ا رح نختار الحرف ا. واخيرا ا او ا رح نختار الحرف ا في لاحقة اللي تعتمد على الرباع. برس صالحين ايه. اول عندي ملاحظة كتابية فقط لا غير. اسناء الكتابة عند اضافة لاحقة الى اسم عالم. اسم انسان اسم دولة اسم شركة عند اضافة لاحقة الى اسم عالم. كتابيا نفصل بيناتهم بما يسمى فاصلة علوية. نحكونا عندي هالفاصلة هاي. يلي تسمى باللغة التركية كيسمي اشارتي. رح ناخدها بدروس الكتابة بدقة اكتر. برس صالحين ايه. لبظا ما رح تظهر بالفاصلة فقط كتابيا انها وجود. هذا منزل صالح. هون صالح كان مالك محدد لانه عم يدل على شخص محدد عم يحكي عنه. جملة اخرى نغير موقع العناصر. ايضا هون اللي هون بشكل تالي. تلك السيدة. هون عبي اشر على امرأة. هي والدة عنا صديق مشترك اسمه رامي. والدة رامي. تلك السيدة والدة رامي. الجملة كاملة المبتدأ تلك السيدة عبارة عن مبتدأنا. اداة اشارة زائد مشار اليه. والدة رامي. مع بعضهم شكلوا عنصر الخبر. لكن تركيبة اسمية اخرى. الوالدة اسم رامي اسم. شو العلاقة بيناتهم؟ المستهدف من الجملة الاولى هو تلك السيدة. المستهدف من والدة رامي هو الوالدة. لكن انا هدفي اوصل هي والدة رامي. عم بعرف الوالدة من خلال رامي. القسم المعرف هو المالك. القسم المعرف المستهدف هو المملوك. رامي مالك محدد ولا عام. والدة رامي عم نحكي عن رامي محدد. فالمالك عنا رامي هو مالك محدد. مالك محدد معناته يأتي اولا وتضاف الى نهايته لحقت المالك. يعني جملتنا ايضا كيف راح تكون؟ البداية بالمبتدأ تلك السيدة عم من الاشارة والمشاري له في عنصر واحد و الى عاقل و مفرد بكل بساطة عم نأشر على حالة بعيدة واضحة من الجملة. فنحن هون عندي شو؟ كلمة سيدة عبارة عن هنم إفاندي. هنم إفاندي. نحن نقراها ايضا قراءة سريعة. هون حاليا قراءة تهجية. هنم إفاندي. شو هنم إفاندي؟ شو شغلتها؟ شو حالها؟ والدة رامي. رامي هو المالك الوالدة. هي المملوك بالمعنى المجازي أبدا. رامي اسم شخص يبدأ بحرف كبير. رامي اسم رامي من الأسماء اللي فيها مدة الآ. شو هنم إفاندي؟ رامي مالك انتهى بحرف صوتي. لاحقت المالك معايا انتهى بحرف صوتي هي ني رباعي ني. رامي نين حسب الرباعي. شو هنم إفاندي؟ رامي نين شو الوالدة عنه. عنه هي المملوك مباشرة بدنا نضيف لاحقت المملوك. رباعي أو سي رباعي انتهى بحرف صوتي عندي السيل عازل مع إي لاحقت المملوك. شو هنم إفاندي؟ رامي نين عن السي. جملة أخرى بمعنى آخر قدم الأستاذ مكسورة. طلاب عرفوا بأنه أستاذ اليوم مو جاي على المدرسة. فعم بيحكوا من بعضهم. سبب عدم أجيء لأنه قدم المدرس الأستاذ مكسورة. الجملة أيضا جملة كاملة ولا ناقصة كاملة. بدايتها قدم الأستاذ هو المبتدأ مكسورة هي الخبر. قدم الأستاذ عندي أيضا اسمين شكلوا مع بعضهم عنصر مبتدأ مكسورة الخبر في النهاية. القدم الأستاذ شو على غابيناتهم؟ اسم. شو هي المكسورة عن قدم؟ هي العنصر المُستهدف. الأستاذ هو العنصر المعرف. القدم لمين؟ أسناد القدم إلى الأستاذ. الأستاذ شكل هالمرة هون هو المالك. والقدم هي هون منذوب. أنا هون عم بقصد أستاذ محدد ولا كل شيء اسمه أسازة في العالم. أنا هون عم بقصد أستاذ محدد فأنا أمام مالك محدد. البداية بالمبتدأ مبتدأنا عبارة عن تركيبة اسمية مالك ومملوك البداية بالمالك المالك زائد لاحقت التعريف المالك هجا فينا نستخدم واريتمان نستخدم هجا تستخدم في المدرسة أكثر هجا هو مالك انتهى بحرف صوتي معناته لاحقته راح تكون ني رباعي ني هجا نن ني رباعي ني هجا نن القدم كلمة اياك اياك مملوك انتهى بحرف ساكن لاحقته راح تكون رباعي الرباعي ضيفت الى كلمة اياك صار عندي هجا نن اياك هجا نن اياك شو حالها مكسورة احدى مرادفاتها كلمة كرق او كرلمش مكتوب كرق هي الكلمة اللي تحتاج لها تركيز اكتر على لفظ هجا نن اياك كرق لما عم بلفظها اياك عم بشعر بغرارة حطينا قانون بكتشاب ان حرف ك لما يجي موصول بين حرفين صوتيين مباشرة نخفف الك إلى يومشاك هون اياك ما راح تلفظ اياك راح تلفظ اياه حصل عندي هون يومشاك لانه كتشاب لما اجا اول احد احرف كتشاب مع لاحقة تبدأ بحرف صوتي عندي احتمالية تخفيف الحرف الى المخفف منه كي صارت يومشاك هجا نن اياك كرق هون ما حطينا فاصلة علوية مع هجا لانه ما هو اسم على هجا نن مالك محدد انتهى بصوتي نن اياه انتهى بساكن كرق هو الخبر نشتغل مثال اخير بهالفقرة هاي عنا جملة من مكان اخر زوجة المعلم المعلم هون ما نقصد فيها المدرس يعني زوجة البص يعني نحن في مكان عمل زوجة صاحب العمل تبعنا حامل هون المعلم نقصد بها باترون عنا المعلم كلمتين عنا باترون وعنا اوستا رح اكتبا باخر الدرس باترون هو المعلم هو صاحب مكان الشغل اوستا ممكن ما يكون صاحب مكان الشغل هو الشخص اللي يقول له خبرة في هذا المجال يعني النجار ممكن احنا عنا مكان معمل موبيليا صاحب المعمل بالكامل اسمه باترون من يعمل في مجال موبيليا وهو متمكن من مهنته اسمه اوستا هو المعلم المهني فهون عنا زوجة المعلم حامل زوجة المعلم فاصلة حامل الخبر زوجة المعلم هون الحامل مين هي الزوجة هي المستهدف المعلم هو المعرف المعلم هو ياخد دور المالك الزوج راح تاخد دور الملوق المالك هون المعلم عم نحكي معلم محدد في مكان عملنا في معملنا في شركتنا في منظمتنا فالمعلم هو مالك محدد الجملة تبدأ بالمبتدأ المبتدأ في تركيبة التركيبة مالك ومملوق المالك أولا ما لاحقته مالك أجا في بداية الجملة انتهى بحرف ساكن مباشرة بدنا نضف له رباعنا الرباعي حسب الحرف O شو رح يكون هنا O U رح يكون O مالك الزوجة أيضا عنا كلمة وعنا كلمة كر رح أكتب كر وأكتب اش بعدين أيضا نهاية الدرس مرادة في كلمة زوجة كر زوجة مملوك انتهى بحرف ساوتي مباشرة عنا س رباعي پاترون كرس فاصلة كلمة حامل كلمة هاملة پاترون كرس هاملة هالأربع جمل اشتغلنا على حالة المالك محدد انتهى بساكن انتهى بصوتي نعم القراءة سريعة شان انتقل إلى الجز الاخير من الدرس النظر لحالة الملكي Burası صالح'in evi Burası صالح'in evi 1 2 Şu hanımefendi رامي'nin annesi راه البطيح الكلمة Şu hanımefendi رامي'nin annesi 3 Hocanın ayağı kırık 1 sur 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 نشتغل على الجزة التالت 6 6 7 7 8 8 9 9 10 14 14 15 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 20 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 26 26 27 28 29 29 29 29 29 29 31 39 32 33 33 35 33 30 34 هذا كلام كيف نستخدمه مسلاً هناك ثلاثة أقلام ثلاثة لشخص اسمه صالح فأقول أنا أخدت قلم صالح قلم صالح عموي جملة ملكية لكن أمامي ثلاثة أقلام لصالح فأونا إذا أخدت قلم صالح الأحمر أخذته قلم صالح الأحمر ثلاث كلمات عب يعرفوا القلم يلي أنا أخذته قلم صالح العلاقة بيناتهم علاقة ملكية أحمر شو صارت هوني صفة القلم صفة المنذوق وين مكان رح تكون في الجملة معتها صالح كرمز كالمي صالح مالك مع لاحقة الملكية كرمز صفة قبل كلام كلام أخذ لاحقة المنذوق هالجملة هي لأنه فيها جملة فعلية فيها فعل أخذته لأنه فيها مفعول به ما رح أكتبها عنه حاليا رح أشتغل على جملة أبسط حاليا جملة اسمية خالصة ما فيها أي حالة فعلية مثال رقم واحد عندي عندي صديق مشترك اسمه خليل سيارة خليل خليل اشترى سيارة جديدة فنقول أنا سيارة خليل الجديدة شو حالها فنفرض أنه هي مثلا حمراء لونها أحمر أنا الأمامي بيعرف أنه في عنا صديق اسمه خليل إذا أنا قال له سيارة خليل حمراء فقط رح أقول لي لأ سيارته سودا اللي بيعرفها أنا إذا بدي أبين له سيارة خليل الجديدة اللي اشتراها جديدا هي حمراء فأنا هون مضطر أعرف عدا عن سيارة خليل إضافة إليها يلي لونها أحمر نجي نعرف عناصرنا نشوف جملتنا شو عناصرها سيارة خليل الجديدة فاصلة هون عندي هذا عنصر المبتدأ حمراء أخذت دور الخبر الخبر اسم كلمة وحدة سيارة خليل الجديدة شو العلاقة بيناتهم؟ السيارة لخليل فخليل أخذ دور المالك المالك السيارة أخذت دور الملوك الجديدة هون شو شغلتها؟ هي عبارة عن صفة حصرا للسيارة طالما صفة للسيارة فهي صفة المملوك صفة المملوك تأتي قبل المملوك معناتها ترتيب عناصرنا المبتدأ بالكامل أولا المبتدأ ثلاث كلمات نبدأ بالمالك المالك خليل واحد مالك محدد يأتي في البداية زائد لاحقة المالك هليل زائد رباعينه رباعينه مع الفاصلة العلوية بيناتهم هليل الصفة أولا يني الصفة تأتي قبل المنصوف دون إضافة أي لاحقة هليل يني عربا عربا المملوك طالما مملوك شو لحتاج مباشرة معاه؟ إذا لاحقت المملوك كانت سير باعي لأنه انتهى بصوتي هليل يني عربا س شو حالها؟ كرمز كلمة تحتاج إلى تدرب على اللفظ أيضا كرمز هليل يني عربة كرمزة يني عربة كرمزة واحد الصفة صفت السيارة أجد قبل السيارة مباشرة واحد سأعطي إشارة تحت يني هي صفة أربا لنشتغل جملة ثانية مثلا بشكل آخر عندي هالمرة حقيبة صبايا عم بيحكوا بين بعضهم حقيبة صبية اسمها مريم السوداء جميلة عجبتني كمان هون حدا عب يعطي انطباعه عن حقيبة مريم السوداء هون يا ترى السوداء هي الحقيبة السوداء هو الا مريم السوداء من الجملة على الأغلب نحن عمقصد الحقيبة السوداء نجي نشوف العناصر بيناتهم الحقيبة نمي الحقيبة لمريم فمريم عم تاخد دور المالك الحقيبة دور المملوك السوداء عم تعمل عمل شو هون صفة للحقيبة وجميلة شو شغلتها هون في الجملة شغلتها الخبر البداية بي المبتدأ المبتدأ ثلاث كلمات المالك أولا مريم نبدأ بالمالك مريم مالك محدد مباشرة لاحقت المالك انتهى بحرف ساكن رباعي ن مع الفاصل العلوي لأنه اسم علم مريم الحقيبة السوداء فالسوداء صفة الحقيبة مكانها قبل الموصف يعني قبل ما أذكر كلمة چانتا راح أذكر كلمة سياح مريم 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 سياح جزال حقيبة مريم السوداء جميلة طيب هلا إذا نشتغل على مثال آخر أيضا بشكل آخر شوفوا بالله هون هالجملة نحن في مدرسة عم نحكي التالي نافذة الصف الكبير مفتوح جملة شو صار عندي ترتيب عناصرها نافذة الصف الكبير فاصلة مفتوحة الخمر أيضا عندي المبتدى عبارة على ثلاث كلمات شو عندي العلاقة بيناتهم النافذة هي نافذة الصف هي المستهدف هي المملوك معناتها يعني عمليا كلمة مفتوحة مين هو المفتوحة النافذة أنه هون صار عبارة عن مملوك الصف هو معناتها العنصر المعرف معناتها هو المالك المالك المحدد الكبير هون شو صار شغلته في الجملة هون صار صفة الصف وليس صفة النافذة بالعربي كيف عرفنا من خلال مذكر الصف الكبير صفة موصوف لو كان نافذة الصف الكبيرة مفتوحة كان صارت الكبيرة صفة النافذة فهون الكبير من خلال شكلها عم نقصد فيها الصف الكبير صفة الصف الجملة تبدأ بالمبتدأ مبتدأنا فيه صيغة ملكية البداية بالمالك ولكن المالك معه صفة الصفة اللي دالة على المالك تأتي قبل المالك فالبداية هالمرة هون رح تكون ببيك بعدين مع أنه قلم الأسود مع بكتور مليح أكتب بالأزرق الجملة عنا بيك صنف هو المالك انتهى بحرف ساكن لاحقته رباعين بيك صنف النافذي بنجري بيك صنف بنجري مملوك انتهى ركزوا معي ثاني المرآة المرآة اليمنى للسيارة البيضة مكسورة هالجملة هالجملة هي أنا ليش احتجتها ايمة حكيتها أنا في مكان موجود أمامي عدة سيارات واحدة من هالسيارات لونها أبيض فأنا محتاج أبين بأنه السيارة بيضاء السيارة عادة لها مرايتين مراية الطرف اليمين ومراية الطرف اليسار ففي واحدة من المراية مكسورة أنا بدأ أبين أي مراية هي المراية اللي على اليمين فأنا هون شو مطر أبين يعني المراية اليمنى للسيارة البيضة عم بحدد المراية من خلال جهتها وعم بحدد السيارة من خلال لونها وبالنهاية هدفي أنا أوصل إلى كلمة مكسورة المكسورة شو هي المرآة اليمنى يعني العنصر المستهدف هو المرآة السيارة كانت هي عبارة عن وسيلة تعريف هون شوفوا هالعنصر وين عبي يخلص المرآة اليمنى بالسيارة البيضاء فاصلة مكسورة الخبر عنصر المبتدأ من أربع كلمات المرآة هي للسيارة فالسيارة هي المالك المرآة هي المندوق البيضاء هي صفة السيارة اليمنى هي صفة المرآة مكسورة هي الخبر البداية ستكون بالمبتدأ المبتدأ مالك المالك له صفة فالبداية بالصفة الأولى هي كلمة بيز بيز صفة عربع عربع مالك انتهى بحرف صوتي مباشرة نن بيز عربع نن اليمنى اليمين كلمة ص تعمل عمل كلمة اليمين كاسم وكلمة اليمنى كاسفة بيز عربع نن سا المرآة هي كلمة اينا بيز عربع نن سا اينا مملوك انتهى بصوتي سا ايناس فاصلة آخر شيء عندي كلمة مكسورة هل مرر بدل kırık رحستخدم kırılmış لأني نفس المعنى تماما بيز عربع نن كلمة وننهي جلسطنا النازري حلل'in yeni arabası kırmızı 2-Meryem'in siyah çantası güzel 3-Büyük sınıfın penceresi açık 4-Beyaz arabanın sağ aynası kırılmış درسنا بهذا الشكل بيكون انتهى ونشوفكم بالجلسات القادمة 3-Bes اشتركوا في القناة